فأنت لن تكون تقياً لن تنال مسمى تقي رتبة تقي إلا إذا مرت عليك اختبارات ونجحت في هذه الاختبارات فهنا تتحقق لك الوعود الإلهية للأتقياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الصدقوا وليعلمن الكاذبين فالكل مبتلى الثري مبتلى بثرائه والفقير مبتلى بفقره إن حقق الفقير التقوى صعد وإن حقق الثري التقوى كذلك صعد لكن الصعد الصعود ليس المال فقط أنواع الأرزاق الأخرى التي ذكرناها سابقا ومنها المال فالكل إن حقق التقوى ارتفع وارتقى وهذا وعد الله لا يخلف الله المعاد